بعد أن لف الغموض مصير الانتخابات في أثناء المفاوضات الطويلة بين حركة طالبان والولايات المتحدة توجه الناخبون الأفغان إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد في انتخابات كان إلغاؤها قاب قوسين أو أدنى إذا توصل الطرفان إلى اتفاق إجراء الانتخابات التي يتنفس فيها 14 مرشحاً أبرزهم الرئيس الأفغاني أشرف غاني ورئيس الحكومة عبدالله عبدالله وزعيم الحزب الإسلامي قلب الدين حكمة يار جاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الحوار مع طالبان بذريعة قتل جندي من قوات بلاده بهجوم نفذته الحركة في العاصبة كابل ومع بداية الانتخابات برزت مخاوف من تكرار ما حصل في انتخابات عام 2014 حينما نشب النزاع بين المنافسين الرئيس أشرف غاني ورئيس الحكومة عبدالله عبدالله ولسيما أن المرشحين المذكورين يخوضان الانتخابات هذه المرة أيضاً بعض السياسيين ذهب أبعد من ذلك وحذر من انجراف البلاد إلى حرب أهلية إذا نشب أي نزاع مشابه لما حدث بسبب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية وعلى الرغم من تصريحات اللجنة الوطنية لانتخابات الرئاسة الأفغانية باتخاذها جميع الخطوات اللازمة من أجل تاحة الفرصة أمام الناخبين الأفغان للتوجه إلى مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم إلا أن اللجنة أكدت وجود مناطق يستحيل على سكانها الاقتراع لوقوعها تحت سيطرة طالبان فضلاً عن إغلاقها كثيراً من مراكز الانتخاب بسبب تهديدات الحركة وبحسب اللجنة فإن عدد مراكز الاقتراع التي أغلقت مع انتهاء الحملة الانتخابية للمرشحين قد ازداد ليبلغ 445 مركزاً في عموم البلاد من أصل 5373 في حين رجحت اللجنة ازدياد عدد المراكز المهددة بالإغلاق بسبب التهديدات الأمنية وعلى الرغم مما تقدم فإن التهديد الأمنية ليس التحدي الوحيد الذي يواجه الانتخابات بل ثم تم خاوف لدى بعض المرشحين وأنصارهم من حصول تزوير بالنظر إلى الثغرات الموجودة في نظام الانتخابات الأفغاني كما يتهم المعارضون الحكومة بأنها تركت لنفسها مجالاً كبير يسمح بالتزوير لمصلحة الرئيس أشرف غني ويعتقد المعارضو إجراء الانتخابات وعلى رأسهم الرئيس الأفغاني السابق حامد كارزاي أن إجراء الانتخابات سيقضي على آمال الشعب بالسئناف الحواري وحركة طالبان مجدداً